جولة في الدائرة المعروفة يدور فيها هذه المرة مارتين جريفث الرياض صنعاء مسقط أبوظبي هذه الأخيرة هي النقطة الجديدة هذه المرة وعليها علامات استفهام كبيرة في أبوظبي التقى المبعوث الأممي أحمد علي صالح وقيادة المجلس الانتقالي مراقبون اعتبروا أن محاولة إقحام هذه الأطراف في المشهد السياسي من شأنه تعقيد الحل الذي يسعى جريفث إلى تحقيقه وقال جريفث بعد اختتام زيارته إلى مسقط وأبوظبي إنه متشجع للغاية مما سمعه من جميع الأطراف وهي عبارة كررها كثيرا سابقوه لكنهم اصطدموا بالحقيقة الصلبة المتمثلة في الانقلاب والثقافة الملشاوية للحوثي التي لا تؤمن سوى بالسلاح كأداة وحيدة لتحقيق الأهداف بعيدا عن كل أدوات السياسة أو الحل السلمي اليوم التقى مارتين جريفث بالرئيس هادي في الرياض مجددا وربما سيعود إلى صنعاء ومسقط فيما يبدو أنها دائرة مفرغة من الجدوى لا يريد المجتمع الدولي لاقتناع بها فور تعيينه قال المبعوث البريطاني الجديد مارتين جريفث إنه سيبدأ من حيث انتهى سلفه ولد الشيخ وكان ولد الشيخ قد أقرى في آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن أن ميليشيا الحوثي هي من تعيق الحل السياسي في اليمن فما هي جدوى أن يستمر جريفث ركوب الرحالات المكوكية وعقد اللقاءات البرتكولية التي فشل فيها ولد الشيخ في الأوينة الأخيرة كان للرئيس هادي وقادة الشرعية أكثر من تصريح قالوا فيه إن الحل في اليمن لا يمكن إلا أن يكون عسكريا ولا فرص لأي حل سياسي لكن في ذات الفترة كانت تصريحات أخرى مناقضة على لسان الجبير ومحمد بن سلمان تتحدث عن وجوب الحل السياسي ما يعني أن أجندة التحالف والشرعية وتصورهما للحل في اليمن مختلف تماما هل جهود المبعوث البريطاني مضيعة لمزيد من الوقت؟ أم أن هناك ضغوطا دولية على ميليشيا الحوثي ستفرض خيارا دوليا في اليمن بقوة هذه الدول؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة وإن كانت المؤشرة حتى الآن لم تأتي بجديد